طيب، هو ده ليه علاقة بموضوع متلازمة الآيد الغذائي؟ آه طبعاً، هو متلازمة الآيد الغذائي دي لما بدنا نتكلم عنها في العشر السنين اللي فاتوا كانت حاجة لطيفة جداً لأن هي بتبتدي، بتبتدي إزاي؟ متلازمة الآيد الغذائي دي بيحصل نقص في هرمون الزكورة طبعاً ده بتحصل في ستات وفي الرجالة، احنا نتكلم النهاردة عن الرجالة بيحصل نقص في هرمون الزكورة، دي بدايتها وبالتالي بيحصل معاها زيادة في ارتفاع فضاقة الدم ممكن ظهور للسكر، ممكن يحصل خلل في ترسيب الدهون أو ما يسمى بيه تصلب الشرايين ده تعريفاً تعريفها؟ ده التعريف بتاعها، بس البداية أنه هو نقص هرمون الزكورة والترمومتر بتاع الجسم هو الانتصاب يبتدي الرجل يحس بضعف في الانتصاب يبتدي يطنش، لو طنش، لأنا احنا تمنا ليه؟ لأن الدراسات لما أثبتت لقوا أنه لما بيحصل ضعف في الانتصاب ده معناه أنه فيه خلل في الدورة الدموية بعديه بخمس سنين لو ده ما تعليكش، هيبتدي يحصل خلل في الدورة دورة الشرين التاجية، فعلشان كده يبتدي الرجل يبقى عرضة للأمراض التاجية والزبحات الصدرية بعد شوية، لو ما تعليكش، يبتدي يبقى عرضة للسكتات الدماغية والجلطات بتاعت الدماغ فقدي يشوف ربنا جميل إدانا حاجة لطيفة جداً، اللي هو الترمومتر بتاع الانتصاب نحرز من الصمت الموضوع مش موضوع ضعف، انتصاب ويبقى خلاص كده أنا عندي مشكلة لا بالعكس، ملهاش علاقة بصحتي لا ده مشكلة منبهة أنك يعني جرز انذار كده خلي بالك ده ألارم، ده جرز انذار للراجل علشان يروح يكشف زي ما كان الناس بتكسف، 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 تتكلم في الموضوع ده إزاي؟ أو أنا مش أنا، إزاي فيلم النوم العسل ما هي الأكلام دي اللي عملتك قصة أنا عايز أقول الحركة أن دي كانت أميها بداية دراسات الدكتورات بتاعتي وكانت موضوعها على ضعف الانصاب والخلل وظيف الانصاب وكانت فتحت خين عليها جداً لأن دي عملت أورنس وعملت زيادة الوعي للمرضى الناس كلها كانت بتكسف، إحنا نحاول نزود الوعي إحنا كمان يا دكتور ده لازم، ده لازم لأن دلوقتي ما بقاش في حاجة اسمها ضعف الانصاب